خلينا نروح لأخبارنا ده كان الكلام كله عن الخبرين الأول خلاص كده نروح لأخبارنا نبتدي بكرة ألياد كرة ألياد في النادي الأهلي انتوا عارفين طبعا اللي كان مأخر لنا الدنيا هي مطشاط المنتخب منتخب بطوط أفريكا تأجلت فجأة بدأ الدور يتبضر ييجي بادري بعد ما كان يتأجل شهرين بقينا داخلين في الجد على طول فالنادي الأهلي عمل شوية مطشاط تجربية عمل مطش مع منتخب السعودية فوزنا 45-45 وبعد كده لعبنا الجزيرة من غير الدوليين فوزنا نتيجة 36-32 وعملنا مطش تالت مع الطيران وفوزنا الحمد لله ب37-31 فريقتنا بتستعد من خلال مطشاط دي لاستقناف الدوري واللي هيكون كمان أسبوع بإذن الله وهيكون بداية مطشاط يوم 17 نيناير مع سموحة مطش قوي يا رب يا رب ان شاء الله الدوري للفريق فريق بتعب وبيشتغل وقافع نفسه وما فيش تصرحات ما فيش كلام بيشتغل ويا رب بيوفقهم مرحلة اللي جاية فيها مين الأهلي زمالك تلاقي جيش سبورتينج البنك الأهلي سموح عايز أقول لكم حاجة عشان تعرفوا قوة الدوري البنك الأهلي استغل فات التوقف وسافر تونس نادي البنك الأهلي في كورت اليد سافر تونس عمل مطشاط مع الأفريقي ومطشاط مع الترجي ومطشاط مع الساحل الأفريقي الساحل والأفريقي النجم الساحل والأفريقي بيستعدوا للدوري تخلين البنك الاهلي اللي احنا بتفتكروا في اول حلقة اتكلمنا عن صعوده للستة اللي فوق قلنا ان ده انجاز كبير ودي حاجة تسعدنا ان الاندية كتير بتخش تدعم اللعبة بتدخ يعني استثمارات بتخلي لعيبة بتعرف لعيبة المنتخبات فالبنك الاهلي كبنك اهلي لا بيعمل معسكة في تونس اذا الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا 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 وبيدير طبعا البنك الاهلي عمر الجيوشي مدير فن كبير نجم من نجوم الجيل الزهبي فطبعا دي حاجة كويسة بس دايما كل ما هو اهلي طبعا حاجة كويسة بس اللي عايزة قوله لكم انه الفترة اللي جاية فترة صعبة مطشاط قوية اه مطشاط قوية هنروح نلعب بره وجوه في اي ملعب بس انا ثقة والله كل ثقة في الجهاز الفني بالقايدة قابط انطاري محروس لما يبزله من جهد والجهاز المعاون معاه طبعا وكل ثقة في اللاعبين ان هم فعلا نفسهم يشعدوا جمهورنا دي اهلي وربنا اكيد باذن الله هيكلل مجودهم ده بالنجاح طيب انروح لكرة تسلى رجالك كان عندنا اول مطش مبارح يوم السبت مع سبورتينج كنا بلعب سبورتينج هناك وده كان اول مباراة في الدور التاني الدور الاول السبع مباراة فوزنا خمسة اخسرنا اتنين الدور التاني بدأنا سبورتينج مباراة هناك كانت صعبة جدا كانت صعبة جدا خاصة ان كان عندنا اصابات وغيابات فوزنا على سبورتينج من نتيجة اتنين وتمانين تسعة وسبعين وده يعني نتيجة كويسة وستارتين كويس في العودة مطشات العودة المطش اللي جاي يوم الثلاثة ان شاء الله من مصير التصالات الساعة ثمانية يوم الثلاثة وده مطش مهم جدا وان شاء الله هننقلله على شاشة قاتل نادي واهنعمل سودي تحليلي زي ما عودنا حضراتكم عشان نقرب من الفرقة ونشوف اخبار او لاست ابدات زي ما بيقوله او اخر يعني اخبار الفريق ودلوقتي فيه تلات فرق عندنا فيه تلات فرق في الدوري متسويه في المركز تقريبا الفرق ما بيه يعني الاتحاد اول احنا تاني فرق نقطة واحدة نقطة واحدة فاذا فيه تلات فرق اه التلاتة زي بعضة بس بالترتيب النقط حطوا الاتحاد الاول انا شوفت مبارح فرق الاهداف مش فرق النقط انا بكلم اه انا مش قصدي النقط اللي هو ترتيب النقط لا نقطة واحدة بس قصدي الاهداف السكور فرق السكور نقطة واحدة منه بالاتحاد وبين المصرية برضو الاتحاد فرق قليل فاذا المباريات او التلاتة دول المتشاط ما بينهم من بعدها تبقى متشاط بالضعف بالضبل فمباراتنا اللي جاي مع مصير التسات احنا كنا فوزنا في الدور الاول هناك وكانت مباراة صعبة جد مصير التسات بالمناسبة فازت الاتحاد رائح جاي وده كانت مفاجأة كبيرة جدا لنا ومباراة مباراة مصير التسات والاتحاد الاتحاد كان ليدنج في بداية المباراة 18-0 18-0 لسالح الاتحاد سكنداري ونجحت المصير التسات تعمل ومنتدها انا في رأيي في تاريخ كورة السلحة المصرية كلها ونجحوا انهم يخشوا على نهاية المباراة ويحسنوا المباراة 80-75 يعني الاتحاد السكنداري حتى أهل من 60 نقطة في باية المباراة ومصير التسات حتى 80 نقطة ده برضو يرجع لنا عندهم يعني محترف هدف جدا اذا مباراتنا القادمة ومن ثلاث مباراة صعبة عندنا غيابات لسه عندنا غيابات وضف عليهم كمان احمد مهيب اللي بيعاني من ألام في الرجبة يعني عندنا اصابات وكان تومسون كان اشتكى من كورونا وبعد كده الحمد لله اللي عامل مسحة تانية كان سلبية لعب المباراة اللي فاته ما كانش تمر برضو الناس يعني برضو عشان تبقى عارفة الكواليس تومسون ما تمرنش قبل مباراة سبورتنج لعب المباراة بس فكل الأمور دي كانت برضو يعني خلت السكور يبقى تاتة بونت بس بس أقولكم حاجة نفسي أقولها معلش استحملوني في موضوع كرة السلة والسكور اللي بيخلص قريب في الماتشات لعلمكم دي أكبر استفادة هتقول لي أنا لما أكسب عشرين بونت يا كابتن وبتعب أبقى مرتاح وأعصاب هادي يا لأ بس السكور لما بيمش اكوى الجيم وبتكسب صدقني الامبكت والاستفادة بتاعت الماتش أنا كنت لعيب بسكت وعار التأثير على الفرقة تأثير بوزيتف أو تأثير إيجابي هائل ليه بقى بتتعود تكسب والماتش قريب فأنت في الماتشات الجام ده بعد كده هايبقى عندك ثقة من جواك اللي انت هتكسب هتكسب زي ما بيحصل فرقة الكرة رقم اتنين استفادة كبيرة جدا للعيب الزغيرين عبدالله ناصر وعندك عمر زهران عندك محمود وليد اللعيب الزغيرين دول لما أنا برنيه في الملعب ويكسب في آخر دقيقة أو الاتنين بيتنمى عنده ثقة المكسب ودي تسعين في المئة من المكسب إذن السكور اللي بيخلص قليل ده أنا شايفه ميزة ولكن معاودة المصابين ابتهيقلي اللي سكور هيبقى أفضل من كده كتير وطبع حضراتكم عارفين إن حصل تدعمات وأمور كتيرا إن شاء الله أكيد هتبقى أمور بوزة بإذن الله إن شاء الله عشان وطبعا إنتوا عارفين نادي أهلي لا يؤلن عن شيء إلا بعد أن يتم تماما ويبقى في إيدينا كرنيه اللاعب كرنيه اللاعب عشان فيه كلام ده مضى ده احنا بنعرف الصفحات كلها ولكن نادي الأهلي بقى في إيده كرنيه اللاعب أو كدير رنسي بتاع لا بنادي الأهلي يعلم خلينا نروح للخبر اللي بعد كده سبورتينج والأهلي كرة سلة سيدات تنبرحكت المباراة في صورة الأمير عبدالله الفيصل سبورتينج فاز على الأهلي بنتيجة يمكن كام يا جماعة بالنتيجة كان فرق يمكن لأربعتاشر نقطة أنا قاسم نتيجة أربعتاشر نقطة أنا مش مهم النتيجة كام أنا فاكر أربعتاشر نقطة والحقيقة النادي الأهلي كان عنده غيابات كتيرة جدا أنا ما بجيبش مبرر الخسار ولكن لما يكون عندك أكبر هدفين اتنين في الفرقة ندين وثورية اللي هم الأفريج بتاعهم كل لعبة على الأقل وإحنا بنتكلم كده وهم وحشين خمستاشر بونت لكل لعبة عندك ندين مش أنا اللي بقول ندين هدفة أفريقيا ثورية أحسن لعبة في أفريقيا لما يبقى عندك الاتنين دول مصابين وضيف عليهم مين بقى كمان ياريت دول بس المصابين نضيف عليهم عندك دين عام ركبت الفريق مصابة عندك آية الفئي سنتر ندى نافق سنتر جانال ألفي كل دول مصابين بالإضافة طبعا لثورية و ندين السلعوي يعني اللي أصدأ أقوله لكم إيه اللي أصدأ أقوله لكم إنه مع ذلك إحنا بنخسر آه بنخسر ولكن برضو 86-72 86-72 المبران تحت أنا فاكر 14-40 لأننا لحقت من آخر خمس دقائق في النادي كده الباقي طبعا كنا محتاجين التطمن عليه فعشان كده كاميرا الأبطار راحة الملعب عملنا تقرير مع طبيب التفريق عشان نعرف الدنيا إيلا أنه مهم ده اللي يهمنا دلوقتي إحنا كده كده هنتقاهل الدور التاني إحنا وهليوبلس وسبورتين كل واحد يعني إحنا كسبنا هليوبلس وهليوبلس كسب سبورتين وسبورتين كسبنا إحنا التلاتة كسبين بعض كان مهم جدا نعرف أخبار المصابية هو ده اللي يهمني إنما دلوقتي أنا في الترتيب هطلع إن شاء الله هو كامل بس يهمني هخش الدور اللي جاي كامل نشوف التقرير ده ورجع لحضراتك ده